المدير الفني لفريق 2016 دور مهم جدا ودور كبير جدا لما نشوف النادي الأهلي بيبتدي في السن التحضيري سن التحضيري بمعنى إيه يعني السنة دي 2015 ما بتلعبش مسابقة ولا 16 ولا 17 لكن النادي الأهلي حريص على تواجد العمار السنية دي علشان لما مسابقة 2015 تكون موجودة السنة اللي جاية نلاقي لعيبة على أعلى مستوى وده اللي قاين به الكابتن هشام في فريق 2015 شيء مهم جدا السن التحضيري ده كابتن شام طبعا دي حاجة كويسة جدا ما بدئنا في النادي الأهلي كابتن بدري لما جئوا الاختبارات مختارين ولاد يعني ما شاء الله ولاد كويسين جدا مستقبل للنادي دي حاجة كويسة إنه بقى فيه عين صاغبة إن إحنا نختار المواهب لنبدأ نشتغل عليهم السن الصغير دي مهمة جدا عشان تخدم الفريق الأول طبعا في النادي الأهلي أكتر حاجة بتركز عليها مع السن الصغير 2015 خاصة أنت بتحضره للسنة الجاية إنه يلعب مسابقة أكتر حاجة باهتم بيها هو الولد في الفكر وفي زكائه لأن حضرتك عارف إنه بالنسبة للمدرب هو أكتر واحد مؤثر أكتر من ولي الأمر لأنه هو دايما حابب بيجي التمرين لازم تحببه إنه هو يجي التمرين وبقى فاهم هو بيعمل إيه إنه هو جوه النادي الأهلي دي حاجة مهمة جدا موضوع الفكر والعقل ده اشتغل عليك جدا يقولي الأمر يقوله امسك الكرة اجري بيها لأ لازم أنت بتغير كل فكر الولد في الفكر لازم تختلف لازم تبدأ معهم السفر دي اللي إحنا شغالين عليها في السن الصغير ده ولد 2015 صغير بتكلم في 8 سنين مدرك هو فين وقيمة النادي الأهلي ولعب النادي الأهلي خاصة أنا شفت مرة من المرات وإنت بيعملوا تحية النادي الأهلي ونشد النادي الأهلي وغاني مدرجات النادي الأهلي طبعا هم قبل ما يجوا وهم حابين يدخلوا لجوا النادي الأهلي بينام ويحلم أول ما دخل النادي الأهلي ما كانش مصدق نفسه في الأول ابتدنا نشتغل على دي ابتدنا نهتم بيها نهتم بيها نهتم بيها يعني إن النادي الأهلي هو أصلا حابب النادي الأهلي ويشوف بيبقى مبسوط لما بيشوف النجوم أول ما موجودين في النادي بيجر عليهم بعد يتصور معاهم هو نفسه يبقى ده فحاجة كويسة جدا بالنسبة له بتبقى مزروعة من جواه من صغره قيم النادي الاهل فدي اللي احنا شغالين عليها بالولاد كورة بتيجي واحدة واحدة معاها بس لما يكون الولد من صغره بيهتم بيه انه هو يعرف هو المكان اللي هو فيه بيحبه من صغره هيبقى مبسوط جدا وهيهتم ويهتم بجدا انا هادراك عارف اول حاجة عندنا دايما بيبقى فيها هي البطولات فالولد من صغره بيتعود على ده نروح بقى الفريق 2016 مع الكابتن كريم مش بدري شوية 2016 ولا لا ده سن مناسب ان احنا نعمل الفريق ده ونشتغل عليه حتى لو سنتين ثلاثة بدري مفيش مشكلة لا لا سن مناسب جدا ومعانا كمان الالفين وسبعتاشر والتمنتاشر يعني كمان ان شاء الله ده ده روضة دي مش اه لا يعني معايا التلات فرق فهم يعني دي حاجة كويسة جدا ان كابتن بدري عمل الموضوع ده السندي ما كانش موجود عندنا من فترة بس بقى موجود عندنا دلوقتي عشان نقدر احنا يبقى معانا فترة ووقت طويل ان احنا نقدر نطور الولد ونعلمه الاساسيات بتاعة الكرة ويبقى عندنا فرق كويسة في النادي من من البداية من هما صغيرين يعني التمنتاشر خمس سنين والسبعتاشر ست سنين والستاشر سبع سنين انا شفت في الاختبارات لقطة حلوة كابتن بدري فترة الاختبارات وهو بيعمل الاختبارات للأعمار السنية الصغيرة وهواف بالبنبوني على الباب ايو طبعا الحاجات دي بتبقى يعني بالنسبة للولد الصغير بتبقى حاجة ممتعة جدا بتحببه بقى ان هو ييجي التمرين واحنا في التعامل حتى بتاعنا مع الولاد بنعمل كده يعني احنا كمدربين بنعمل كده مع الولد لازم نتعامل معه ولد صغير بنحببه في التمرين بنحببه في اللعبة وينفعش حد يخرج من الملعب بيبقى مثلا زعلان او متضايق او بيبقى خارج لبابانا مش عايز اجل نادي تهيني الكلام دوت فالحاجات دي كلنا كمدربين انا وكابتنشام بنعمل كده مع الولاد بنحببهم في الموضوع قبل ما نشتغل معهم كابتنشام در وليه الامر مهم جدا خاصة في العمر السن الصغير ده وليه الامر هو اللي بيجيب ابنه وهو اللي قاعد ميستنيه في الصيف في البرد في كل وقت لو التمرين ساعة ستة الصبح يعني در وليه الامر مهم جدا في المنظومة طبعا وليه الامر بيبقى يضح كتير اوي اوي احنا ساعات بيبقى عندنا التمانية الساعة سبعة الصبح فيه ولاد من المحافظات يعني بيخروجوا من الفجر عشان ييجوا فنادي الاهلي دايما عايز تضحية فهو بيبقى مبسوط ان هو ابنه دايما بيبقى شايف قدامه وهو بيكبر وموهبة وبيشتغل وهو نادي الاهلي طبعا بيحلم انه هو يبقى كبير فالتضحية بالنسبة له وهو دوله وقدروا كبير جدا دوله ولي الأمر كبير جدا اكيد دوله وليه الأمر مهم اه طبعا بس يعني الحمد لله كابتن بدر من فترة عمل اجتماع مع ولاه للأمور عشان الناس دي بصل يعني هما لسه حاجة جديدة عليهم انهم يبقى في النادي الاهلي وفرقة وتدريب وكلام دوا فكابتن بدر عمل اجتماع مع ولاه للأمور وفاهيمهم انتو دوركوا إيه مع الولاد ودوركوا إيه مع النادي ومع المدرب بتعملوا ايه ده شي مهم جدا صراحة الاجتناع ده وعمل اجتماع للأربع فرق اللي هم التحضيريين وفهم كل أولاق الأمور أنتوا تتعاملوا إزاي مع الولد لأن في أولاق أمور بتضغط الولد في السن ده سيب ابنك يستمتع بكورة فرحت وإحنا كمان في الشغل بتاعنا في الملعب إحنا بنسيب الولد مثلا طلع اللي أنت عايزه وعمل اللي أنت عايزه بس بعد كده إحنا في شغلنا بقى بنركز بقى على المهارات الأساسية الباصل الاستلام المهارات فيعني حاجة كويسة اللي إحنا ماشيين فيها بصراحة وحاجة هتبقى كويسة جدا للنادي بعد كده قدام بنشتغل كابتن بدر اشتغل مع أولاق الأمور وإحنا شغالين مع العيبة فالحمد لله اللي أربع فرق دول هيبقوا من أحسن أربع فرق في النادي إن شاء الله وإحنا بنشكركم شكرا جزيلا ودايما معاك وفي ظهروك ودايما يعني مع قطاع البرامة قطاع المهمة في النادي لحد شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا